في أحدث أرقامها تقول منظمة اليونسف أن نحو 250 مليون طفل يعيشون في مناطق صرعات ونزاعات مسلحة وهو ما ينعكس على التحاق هؤلاء الأطفال على حقهم بالتعليم فوفقا للمنظمة الدولية هناك 124 طفلا في العالم ليذهبون للمدرسة منهم أكثر من 12 مليون طفل يعيشون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أي ما نسبته أكثر من 30% من عدد الأطفال في المنطقة تقول منظمة اليونسف أن الأرقام مرشحة للارتفاع خصوصا في الدول التي تمزقها الحروب ففي سوريا هناك أكثر من مليوني طفل لا يتلقون تعليما على الإطلاق مع خطر تسربي نحو مليون طفل آخر أما اللاجئون السوريون الذين تخطى عددهم أربعة مليون لاجئ فهم ليسوا أفضل حالا فأربعين في المئة منهم ليسوا على مقاعد الدراسة بحسب اليونسف دائما كما تعاني دول الصراع الأخرى من ذات المأساة فهناك أيضا قرابة ثلاثة ملايين طفل عراقي ومليوني طفل ليبي وثلاثة ملايين طفل سوداني ومثلهم في اليمن أيضا لا يرتادون المدارس أما في فلسطين فتسبب الصراع بحرمان أكثر من ثلاثة وعشرين في المئة من الأطفال من حقهم بالتعليم وإضافة إلى النزاعات يجبر الفقر أيضا ملايين الأطفال على ترك مقاعد الدراسة كما هو الحال في مصر حيث يوجد أكثر من أربعة مليون طفل خارج نظام التعليم تقرير اليونسف يكشف أيضا عن جانب متشائم إذ يتوقع ارتفاع عدد الأطفال المحرومين من التعليم حول العالم بحلول عام 2030 إلى ستين مليون طفل في ظل استمرار النزاعات والصراعات المسلحة والكوارث وهو ما يعني وفقا للتقرير فقدان جيل كامل من الأطفال في العالم وتحديدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو ما يتطلب تحركا دوليا قبل أن يصبح أمرا واقعا يصعب تغييره هذا هو ملفنا الآن أطفال وحق التعليم معنا من القاهرة أستاذ علم الاجتماع في جامعة القاهرة الدكتور أحمد زايد ومن بيروت المستشارة النفسية والتربوية ميسون حمزة أهلا بكما ضيفين الليلة في سكاي نيوز عربية لنتحدث عن هؤلاء الأطفال ويتزامن ملفنا الليلة مع بدء عام دراسي جديد في المنطقة دكتور أحمد أبدأ معك يتحدث تقرير منظمة اليونسف عن 124 طفلا محرومون من الذهاب إلى المدرسة ماذا يعني أن يحرم هذا العدد الكبير من حق التعليم دكتور أحمد وهل يمكن أن نعرف منذ الآن ما الذي يخبئه هذا الجيل لنا مستقبلا نعم أولا هذا الملف من الملفات الهامة جدا لأن الأصل في تقدم البشرية وفي التنمية التي تحدث في العالم أن تقل دائما الأعداد التي تكون خارج المدرسة ولكن الظروف التي توجد في العالم الحروب والنزاعات المسلحة والفقر كما أشار التقرير وكثير من الظروف الأخرى تمنع أعداد كبيرة جدا من الدخول في المدارس بمعنى كما لو كنا بإزاء عالم في قدر كبير جدا من التناقض يعني نحن بإزاء عولمة وإزاء انكشاف عالمي وإزاء تقدم في التكنولوجيا وفي وسائل المواصلات وفي الدعوة حتى إلى الحقوق الإنسان يعني لدينا أجندة عالمية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل ولكن الواقع يكشف عن أمور عكس ذلك تماما حيث تشير الإحصاءات كما سمعنا وشهابنا أنه في أعداد كبيرة جدا في خارج نظام التعليم وأنه هذا يدل على أن المستقبل سوف يكون بالنسبة لهؤلاء الأطفال مستقبلا مظلما لأن المقرومون من التعليم الآن والذين يعيشون ظروفا صعبة من الأطفال سوف يتحولون في المستقبل القريب إلى شباب فيصبح قدر عدد كبير جدا من شباب هذه البلدان بيعيش في درجة عالية جدا من الحرمان من الحقوق في درجة عالية جدا من التوتر في درجة عالية جدا من الإحساس بالخوف والهلع وعدم الثقة خاصة في البلدان التي فيها توطرات وصراعات وحروب ولذلك هذه المؤشرات تدل على أن المستقبل صعب جدا بالنسبة لهذا الجيل وأنه في المستقبل لابد من بزل جهد كبير جدا من قبل المنظمات الدولية ومن قبل الحكومات ومن قبل المنظمات المجتمع المدني لتفادي هذه المشكلة التي تشهي بمستقبل للأطفال غير جيد وتدل على أن الحال الذي نعيش فيه خاصة في مجتمعات الشرق الأوسط التي بها صراعات سوف تعاني معاناة كبيرة جدا في المستقبل دكتور أحمد سنعود إلى نقاط عديدة ذكرتها في مدخلتك لكن بما أن الشق النفسي مهم جدا في هذا الموضوع نرحب مرة جديدة معنا من بيروت بالمستشارة النفسية والتربوية ميسون حمزة أستاذ ميسون أهلا بك معنا كما ذكر دكتور أحمد السبب الرئيسي في عدم ذهاب هؤلاء إلى المدرسة هي الصراعات التي تعيشها المنطقة المشاكل السياسية لربما الاقتصادية أيضا ألا ينعكس برأيك هذا الموضوع بشكل أفضع على الأطفال من عدم ذهابهم إلى المدرسة مساء الخير نعم دعيني أتكلم أولا سيدتي عن ما هي المدرسة وما هو دور المدرسة في بنية الشخصية لدى الأفراد ولدى الأطفال تحديدا المدرسة هي المؤسسة النظامية الأولى التي يذهب إليها الطفل وفي عمر مبكر جدا كما بات معروفا الآن وهي تعمل على تكوين ذات الطفل المدركة والعارفة وأيضا تعمل على تكوين المعرفة وتكوين القدرات التحليلية وغيرها من المسائل التي تعطيه القدرة على التواصل وعلى إدراك المعارف المحيطة فيه ومما يشير إلى أن حرمان الأطفال من التعليم سيتسبب حتما في مشكلة نفسية سواء كان على بنية الشخصية وأيضا على مستوى العلاقات التواصلية ودوره في الإنتاج في المجتمع نحن نعلم كما تفضل الدكتور زايد وأشار إلى ذلك في حديثه أنه في القرن الماضي وتحديدا في النصف الثاني من القرن الماضي ومع المجهود الذي قامت به الأمم المتحدة أهمية التعليم ودور التعليم بالنسبة لتحقيق الأمان النفسي والأمان الفردي والأمان الاجتماعي للمدرسة دور فاعل ومهم جدا في تكوين صورة الذات وتقدير الذات بالنسبة للفرد وقدرته على تقييم نفسه وتقييم ما يحيط به من علاقات ومن مشاكل وقدرة على حل المشكلات التي تحيط به وعلى أبرزها وأهمها حماية نفسه اقتصاديا بالإضافة إلى دوره كمواطن منتج وفعال داخل المجتمع كما أشار تقريركم إلى التزايد الخطير في أعداد الأطفال الذين يحرمون في العالم العربي تحديدا وفي مناطق النزاعات من حقهم في التعليم وقد أضأت وصوبت حضرتك السؤال أي جيل سينتج بعد مرور عدة أعوام أنا أقول لك أي جيل وأي أوطان سننتج بعد عدة أعوام إذا كان الفرد غير مدرك لدوره المنتج والفاعل على مستوى تحقيق أمانه الاجتماعي وأمانه النفسي وهذا يتحقق أولا بالتعليم وبدور المدرسة فنحن إذن أمام أوطان ومجتمعات مهددة وأمام علاقات اجتماعية غير سوية وغير متوازنة عذريني على المقاطعة تحدثت وتسألت عن الفرد هنا سأعود إلى الدكتور زايد لأسأله عن الدولة هل تعرف الدولة اليوم أهمية ذلك وما الذي يجعلها تغض النظر عن هؤلاء الطلاب هل يمكن تبرير هذا الموضوع بالمشاكل السياسية والاقتصادية وحتى موضوع الإرهاب الذي تعيشه المنطقة طبعا كل ما يتشل بالتعليم معروف لدى الكافة معروف أن التعليم كما ذكرت الدكتورة مهم جدا في سقل الشخصية مهم جدا في بناء المواطن مهم جدا في بناء الاستقرار النفسي مهم جدا في بناء الاستقرار الاكتباعي كل هذه الأشياء معروفة لدى الكافة ومعروفة موجودة في المواسيق الدولية وموجودة في الدراسات التي أجريت عن التعليم وموجودة في نظم التعليم الحديثة التي تدعو إلى التعليم من أجل المواطنة والتعليم من أجل المدنية والتعليم من أجل التكامل الاجتماعي والتعليم من أجل الحقوق كل هذه أشياء موسقة ولكن أنا دائما أقول أن النخب السياسية خاصة في المجتمعات التي فيها صراعات مسؤولة مسؤولية كبيرة جدا عن هذا الوضع وأنها في بعض الأحيان ترتكب جرائب حقيقية في حق الأطفال لأنه إذا كانت هذه النخب تتصارع من أجل السلطة وإذا كانت هذه النخب تتقاتل من أجل مصالح سياسية فلا بد أن تعرف أنها تطلق شعوبها في حالة من التخلف وفي حالة من الجهل وأن هؤلاء الأطفال الذين يحرمون من التعليم في المستقبل سوف يشكلون يصبحوا مواطنين ناقص التأهيل يعني إذا قلنا بأن التعليم هو الذي يقلق المواطن وهو الذي يقلق الأمن هيكون المواطنة ناقصة والأمن ناقص وفيه إحساس كبير جدا بالخوف وإحساس كبير جدا بعدم الثقة وإحساس كبير جدا بعدم حتى الارتباط بالوطن فأنا دائما أشكر حضرتك على إصارة قضية الدولة لأنه العامل السياسي هو بيلعب الدور الأساسي في هذا الموضوع وأنه مهم جدا أنه هذه النقبة السياسية تلتفت إلى أنه مسؤوليتها أحد المسؤوليات الاجتماعية الملقاة على عاطقها هو أنه تنظر إلى شعوبها بعين أكثر إيجابية من ذلك نعم في كل الحالات بطبيعة الحال دكتور زايد وأستاذة ميسون أيضا المتابعة النفسية في هذه الحالات مهمة جدا أود أن أعرف منك أستفيد من وجودك معنا أستاذة ميسون لأعرف كيف تقيمين اليوم العمل النفسي أو المستشارين النفسيين في المنطقة أو في عالمنا العربي وكيف ينظر إلى عملهم يعني البعض يتخوف أن يأخذ أطفاله إلى أطباء نفسيين أو مستشارين نفسيين لنكون وقاعيين شكرا لهذا الطرح المهم والذي أتى في وقته نحن اليوم نعيش في عالم عالمنا العربي الذي قبل أن يعاني من نزاعاته أعني بها الحروب نحن نعاني من أزمات كثيرة تتعلق بالفقر وفقدان استراتيجيات الداعمة لحياة المواطن وسأعود وأشير إلى الأمن النفسي والاجتماعي في الحقيقة نحن بحاجة إلى وضع استراتيجيات على مستوى الحكومات وعلى مستوى المؤسسات المختلفة من أجل تقديم دعم للنهوض بالمخاطر أو من أجل إيجاد حلول للمخاطر التي تهدد الأطفال نحن اليوم عندما نتكلم عن الطفولة وحقها في التعليم وهنا ذكرتي دور الدولة في هذا الأمر الأمر البديهي سيدتي هو أن التعليم هو حق من الحقوق البديهية بالنسبة للأطفال وهو حق إلزامي ولا منا لأحد عندما تقدم الدولة استراتيجية فيها حق التعليم للأطفال هذا يجب أن يحصل من دون منية لأنه حق مكتسب ومشروع أما الدور الآخر الذي يكون هو على مستوى التأهيل النفسي لهؤلاء الأطفال الذين يحرمون من الحق ما هو دورنا؟ دورنا مهم جدا في تقديم هذا الدعم ولكن للأسف كما تفضلت نحن نحتاج إلى ثقافة ثقافة توعوية تؤمن بدور الاستشارة النفسية والعلاج النفسي وأهمية دورنا كمستشارين أو دورنا كمستشارين في تحقيق جزء من الأمن الذي يحتاج هذا الطفل للتكلم عن مخاوفه العديدة جدا وأبرزها خوفه من حرمانه من حقه وبديه حق التعليم ولكن لماذا دورنا مهم جدا ولماذا هذه الثقافة يجب أن يصلط الدور عليها والضوء عليها عزيزتي كلما حرم الفرد على المستوى النفسي من أبرز حقوقه وهنا أشير إلى الحق في التعليم ذلك سيولد لديه شعور بالدونية مما يشعره بأنه ضحية ونعم الأطفال اليوم هم ضحايا لحرمانهم ليس فقط من حق التعليم حرمانهم من الأمن حرمانهم من الاستقرار حرمانهم من أبسط حقوقهم في الغذاء والحصول على الماء عذريني على المخاطعة أستاذ ميسون لكن أستغل كل دقيقة من هذا اللقاء وأستفيد أيضا من وجود الدكتور أحمد معنا دكتور أحمد لكل متخوف من هذا الجيل كي نختم بهذه النقطة الأطفال إن لم يشاركوا في القتال شهدوا على هذه الممارسات التي عشناها في السنوات الماضية ما المطلوب الآن طبعا يعني أولا هذا الحرمان من التعليم بيرتبط بعوامل كثيرة جدا أشارت إليها الدكتورة ميسون فيما يتصل بالحرمان من الغذاء والحرمان وحتى أحيانا الضغط عليهم للمشاركة في القتال فالمطلوب مننا الآن أن نهتم بهذا الجيل أن نبدأ فيه النظر بأن هذا الجيل يشكل مشكلة أساسية لهذه المجتمعات في المستقبل وأن الاهتمام بهذا الجيل والتعامل النفسي الاجتماعي مهم جدا حضرتك أشارتي والدكتورة ميسون الأهمية الجوانب النفسية والاجتماعية والثقافية أيضا في هذا الموضوع لأنه يجب أن يبقى فيه تكاتف كبير جدا ما بين الدولة ما بين المجتمع المدني ما بين الجامعات والمؤسسات التربوية المختلفة من أجل خلق أو مساعدة هذا الجيل على أن يتخطى العقبة لأن هذا الجيل يعيش المشكلة التي تسمى مشكلة ما بعد الأزمة مشكلة نفسية كبيرة جدا تحتاج منها إلى دعم كبير جدا لكي نأخذ هذا الجيل إلى أفاق من العيش الكريم ومن الأمن ومن السلام في المستقبل نحتاج إلى تكاتف كل الجهود الدولة المجتمع المدني القطاع الخاص المؤسسات التعليمية الجامعات المؤسسات التربوية المختلفة المنظمات الدولية من أجل أن نأخذ هذا الجيل إلى المستقبل بشكل آمن شكرا جزيلا على هذه المشاركة من أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكاهرة الدكتور أحمد زايد والشكر يمتد للمستشارة النفسية والتربوية ميسون حمزة على كل المعلومات القيمة 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 ميسون حمزة على كل المعلومات القيمة